هل ارتفاع درجات الحرارة ممكن يرفع معدل الإصابة بالجلطات؟ طبعاً تعال إنك إيه الأول نشوف لما ارتفاع درجات الحرارة بتعمل إيه مع صحة الإنسان كل ما يبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة كل ما ممكن يزيد هنا عدد ضربات القلب كويس؟ ممكن بتأثر على ضغط الدم ممكن بيزيد التوتر هنا مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن بتصل إلى إن يحصل فيه حتى في مكون الحرارة عالية جداً من يحصل فيه ضربة شمس حتى في الأماكن اللي فيها ضل فهنا طبعاً زي ما حدك قلت إن المرضى القلب بالذات أو الذين يعانون من أمراض مزمنة سواء مرضى السكر أو ضغط الدم أو مرضى الكلة كل دول المفروض لهم احتياطات معينة خصوصاً في جو في شهور الصيف بالذات طيب إيه الأعراض يعني لو الإنسان حس بيها مع ارتفاع درجات الحرارة يعرف إنه محتاج دلوقتي يتجه لدكتور يعني القلب يعني هل مثلاً عرق شديد ارتفاع في درجة حرارة الجسم عياء بص حضرتك بعيداً حتى عن درجات الحرارة إحنا أي إنسان بيعاني من دق في النفس أو حتى ألم في السدر متكرر حتى ولو كان بسيط عياء هبوط في أي وقت غسيان كل دي حاجات بتقول والله يتجه للطبيب هنا المفروض إنه احنا يعني نتبع نظام إنه احنا يبقى فيه كشف دوري حاجات بسيطة جداً جداً نعرفها إنه احنا نقيس ضغطنا على الأقل ونتطمن على دي أرقام معينة لازم الضغط بتاعنا يبقى الضغط النموذجي اللي هو حوالين 120 تمين مثلاً لازم نتطمن على تحليل للسكر ودي حاجة بسيطة جداً وجاز المبادرات في وزارة الصحة الرئاسية كانت بتهتم بهذا الموضوع برضو إنه احنا نتطمن على رقم تاني الكوليسترول جايز إحنا بعاد عن الموضوع ده نظر لأن ارتفاع الكوليسترول ما وروش أعراض بيعتبر لسه لكن هو من عوامل الخطورة الأرقام دي مهمة جداً الحفاظ على الوزن نفسه برضو إنه نشوف وزننا شكله إيه ونشوف هو ماشي فعلاً مع إن ينتج منه صحة أفضل للإنسان ولا لا التوتر نفسه كل دي أسباب بتوصلنا إلى إلى مشاكل في صحة الإنسان وفي القلب بالذات فيه حاجات برضو يعني وإحنا دلوقتي فيه شهور الصيف لازم برضو نتطمن عليها إن إحنا ننام على الأقل من 6 إلى 8 ساعات إحنا اللي عايزين ننام أقل من كده ولا أكتر من كده لأن منظمة الصحة العالمية أوصت بهذا الموضوع والدراسات بتؤكد إن أقل من 6 ساعات أو أكتر من 8 ساعات ده خطر على القلب إن إحنا من أكتر من 8 ساعات خطر على القلب خطر على القلب سواء أقل اللي بينام أكتر من كده ده خطر لابد نرجع لأيام الزمن الجميلة إن إحنا ننام بدري ونصحى بدري عشان ما نبوص الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان الحاجة المهمة جداً جداً إن إحنا في فصل الصيف لابد إن إحنا نوصي بشوية إن إحنا نزود شرب الماء يعني أقل 2 لتر يومياً إحنا نزلين مثلاً في مشوار خصوصاً كبار السن أو الأطفال إن إحنا نبعد عن يعني الوقت اللي فيه درجة حرارة عالية الحمد لله دلوقتي إحنا يومياً بنبقى عارفين درجات الحرارة طول اليوم صباحاً ومساءاً وفي وقت الظهيرة نتجنب الخروج في هذه الساعات بالذات لأن إذا ما قلنا كده إن لها خطر مباشر على صحة الإنسان على صحة القلب وفيه خطر غير مباشر برضو المهمة كل دي مجتمعة تعالي برضو إحنا في الصيف إن إحنا منظمة الصحة العالمية أوسط إن إحنا ما نزودش في الملح أكتر من 5 جرام يومياً إحنا شعب بنحب الملح شوية ومنحب المخللات وده خطر على صحة الإنسان لأنه وجدوا أن أكتر من 5 جرام ملح قد يؤثر على 14% من عضلة القلب نفسها وده بتأثير سلبي إذا يبقى ملح ودرجات حرارة مرتفعة فده بيؤثر على عضلات القلب كل ده مجتمعة